من جانبها أكدت الدكتورة جميلة سلمان استشارية الأمراض المعضية والأمراض البطنية في مجمع السلمانية الطبي أهمية مواصلة الالتزام بكافة الإجراءات خلال شهر رمضان الكريم مشيرة إلى أن الإقبال على التطعيم يعني تقليل فرص انتشار الفيروس وبالتالي الوصول إلى مرحلة الوقاية المجتمعية هناك العديد من التحورات التي سمعنا عنها والتي في السابق من بداية الجائحة واللي موجود منها واللي يمكن يكون موجود منها في المستقبل بس هذا كله يعتمد على درجة استجابة وإقبال الجميع على التطعيمات كلما زادت درجة إقبالنا على التطعيم إن شاء الله يقل من درجة وجود هذه الفيروسات حتى المتحور منها وأحب أذكر بأن الركيزتين الأساسيتين والوسيلتين اللي راح نستخدمهم في هذه المرحلة هي الإقبال على التطعيم والإجراءات الاحترازية وأؤكد فيه هو الالتزام من قبلنا جميعنا فهذه مسؤولية وطنية ومسؤولية كيلفرد مسؤولية الاجتماعية في الإقبال وأخذ التطعيم والحث عليه في نطاق عمله في نطاق أسرته وفي نطاق مجتمع حتى نصل إلى المناعة المجتمعية والحد من انتشار الحالات بالنسبة إلى هذه الركيزتين اللي ذكرناهم اللي هي الإقبال على التطعيم والإجراءات الاحترازية راح تقلل من انتشار الفيروس وجميع السلالات سواء كانت المتحورة سواء كان البريطاني الهندي والبرازيلي وغيرهم الموجود في هذه الفترة وأنا أحب أن ننوه أن فعالية هذه التطعيمات تختلف مثل ما ذكرنا سابقا من شخص إلى آخر على حسب مناعة هذا الشخص والتسجابته للتطعيم ولكن يكون بأخذ الجرعتين وأرباط عشر يوم من أخذ الجرعة الثانية تتكون كمية كافية من الأجسام المضادة اللي تساعد على حمايتنا من هذا الفيروس ومقاومته ومن الوصول إلى حالات لا سبح الله الشديدة أو المتوسطة أو حتى الوفيات ترجمة نانسي قنقر